اشتد مرضه صلى الله عليه وسلم ونادى زوجاته وكانت الليلة الاخيرة ليلة ميمونة فاستأذنهم ان يمرض عند عائشة رضي الله عنها فدخل عليه علي والفضل وحمله والناس ينظرون اخرجوه من بيت ميمونة الى حجرة عائشة فقلق الناس على رسولهم وامامهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم ودخل عند عائشة وهو يقول لا اله الا الله ان للموت لسكرات تقول عائشة فوضع رأسه على صدري واخذت امسح عرقه بيده لانها اكرم واطهر من يدي وتقول اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك فنزع يدها وقال لها لا تفعلي كان ذلك في المدة يعني الان هذا وقت موت فعرفت انه ميت تقول رضي الله عنها تقول والمسجد كان مليئا واصوات الناس ترتفع بالبكاء خائفون على رسول الله فقال ما هذا الصوت قالت صوت الناس في المسجد يخافون عليك قال صبوا علي ماء وصبوا عليه سبعة قرب من شدة الالم والمرض وحملوه الى المنبر فصعد على المنبر صلى الله عليه وسلم وسكت الناس وكشف عن وجهه فاذا بوجهه صلى الله عليه وسلم كورقة المصحف وقال يا ايها الناس بلغني انكم خائفون علي ايها الناس موعدي معكم ليس هنا في الدنيا انما موعدكم معي عند الحوق والله لك اني انظر اليه من مقام هذا والله ما الفقر اخشى عليكم ولكني اخشى عليكم الدنيا ان تفتح عليكم كما فتحت عليهم وان تهلككم كما هلكتهم وان عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ان يلقى الله فاختار الرفيق الاعلى فما فهم الصحابة شيئا من كلامه ففهم ابو بكر انه يودع فقام ابو بكر والرسول يخطب وقال فدتك نفسي فديتك بابي فديتك بامي فديتك بمالي فديتك بكل ما املك فاسكت الناس الصديق قالوا اسكت يا ابا بكر فغضب النبي قال دعوا لي صاحبي ما لكم ولأبي بكر والله ما منكم من احد له فضل علي الا واعطيناه فضله في الدنيا الا ابو بكر فانني لم استطح ان اجازيه وانني دركت جزاءه على الله وتركوا لي صاحبي كل الابواب تغلق الا باب ابي بكر لقد جازيناكم في الدنيا بما فعلتم الا ابو بكر فان جزاءه عند الله جل وعلا ايها الناس من اخذت من ماله فهذا مالي ومن جلدت ظهره فهذا ظهري ومن مسست عرضه فهذا عرضي فقام عكاشه فقال انا يا رسول الله قال وما لاك قال انك ضربتني يوم بدر على بطني واوجعتني في بطني واني اريد ان اقتص منك فرفع ثوبه على المنبر قال قم فخذ حقك مني فقام رضي الله عنه يركض والناس ينظرون ماذا سيفعل فلما اقبل على رسول الله انكب على بطنه وظنه وبك صلى الله على رسول الله ثم قال رسول الله ويختب ايها الناس الله الله بالصلاة الله الله بالصلاة الله الله بالصلاة يا امة محمد هذه وصية رسولكم يا من دركتم الصلاة اسألكم بالله خذواها وصية من رسول الله قبل موته الله الله بالصلاة الله بالصلاة ثم اخذ يرضى يده ويدعو ايها الناس اسمعوها ايها الناس قال بلغوا عني السلام وبلغوا مني السلام كل من آمن بي من أمتي ولم يراني إلى يوم القيامة وعليك السلام وعليك السلام يا رسول الله لقد بلغنا سلامك وبلغتنا سنتك ووصل إلينا هديك وها نحن نتقرب إلى الله ببث سيرتك صلى الله عليك يا رسول الله لك منا السلام ومن أبنائنا ونسائنا نفديك بأرواحنا اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد تقول عائشة فدخل النبي علي فوضع رأسه على حضني أو في صدري ودخلت عليه فاطمة فقربها إليه وقال يا فاطمة كلاما ثم بكت ثم قربها فبغف فضحكت قال لها يا فاطمة في الأولى إنني أموت يا فاطمة وأنا أموت الآن وأنت أول من يلحق بي كانت آخر صلاة يصلها الناس الفجر والرسول حي في مثل هذا اليوم يوم إثنين ففتح الستار ورأى الناس يصلون وتبسم صلى الله عليه وسلم ثم أشار عي صلوا ولما طلعت الشمس وأشرقت فإذا بجبرين عند بابه تقول عائشة استأذن جبريل أن يدخل عليه وقال السلام عليك يا رسول الله فرد عليه السلام ثم قال إن ملك الموت يستأذنك أن يدخل عليك يقول فأذنت له تقول عائشة فعلمت أنه يخير دخل عليه ملك الموت فسلم قال السلام عليك يا محمد إن الله بعثني إليك وقال لي خيره بأن يعيش أو أن يموت الآن ويلقى الرفيق الأعلى وقالت عائشة سمعته يقول بل الرفيق الأعلى فقلت والله لا يختارنا والله لا يختارنا تقول عائشة فرفع يده يشير بسبابته لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن للموت لسكرات فسقطت يده وذقل رأسه على صدري فعلمت أنه قد مات وعلمت تقول فقمت ففتحت الباب وصرخت في المسجد مات رسول الله مات رسول الله فضج الناس بالبكاء وأقبل إلى بابه فدخل عليه أبو بكر فحمله وقال وصاحبه وحبيبه ونبيه وخليله ما طيبك حي وما طيبك ميت شكرا للمشاهدة